ست أم ياسين الجار اللي بيأذي جيرانه هم ليهم محل والجار ليهم فاتح محل يعني بجانب المحل بتاحهم وموقف حد على رأس الشارع يقول لهم ما تروحوش للسوبر ماركت ده روحوا للسوبر ماركت التاني يعني كلام فاضي الرزق مضمون يعني على طول وبعدين ده من قبيل إداية المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينة إن أنا آجي ويشاوي ويقول له لا ده السوبر ماركت بتاعه مش كويس وإحنا السوبر ماركت التاني هو اللي أفضل ويطفش الناس منه ويهيأ له أنه رشش له حاجات أصاد المحل الإنسان يحصن نفسه دائما أبدا ويسأل الله سبحانه وتعالى ساعة الرزق لكن لو قعد عين الشارع كله يمنع الناس أنهم يقولوا أو أنهم يشتروا منه لن يحوش عنه رزق كان له وكان مقدرا للإنسان فالإنسان بس يصحح عملية الاعتقاد والتفكير بتاعه ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة وإن ربنا يوسع الأرزاق ويبارك فيها ويبارك في الأقوات ويبارك في الأبناء ويبارك في المال ويبارك في كل شيء يسأل الله البركة ويسأل الله السعة فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة بالنسبة ليه السؤال يعني ما تحطوش في بالك ومسألة أنه يمنع رزق ده لنا المراد من الكلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر